بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى نازلنا بنسير مع أنوار القرآن في شهر رمضان الذي هو شهر القرآن وشهر الصيام وشهر البركات وكمان احنا خليه كمان شهر البنيان الشهر اللي بيبنينا واخدنا في الخمس أيام الأول إزاي القرآن لدينا زواتنا وخرج ذات منورة متزنة وبدأنا في الدائرة الثانية هي دائرة الأسرة وبدأنا في دائرة الأسرة من يوم السادس في رمضان وعدنا نمشي مع لبنة لبنة في الأسرة فكانت أول لبنة إن الأسرة قيمة وكانت اللبنة الثانية إن الأسرة مبناها الأساسي قيمة الحب وبعد كده كان الكلام اللي تكلمناه بارح عن قيمة النضوط والنهاردة جاييني الكلمة عن حاجة مهمة جدا جدا بتقابلنا فيها الآية الأولى من سورة الأنفال وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هنا الآية بتقول لنا بتشور لنا على حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا بتشور لنا على إن أحد أهم أسباب المشاكل في الأسرة هو اختلاف الزوجين على مواقفه من تطوير الأسرة تعالوا بس أقول لكم حاجة فاكرين لما الزوج عايزة تغير السكن تغير السكن والروح في مكان أوسع في مكان أحسن منطقة تانية أفضل أو والزوج بيقول لها إحنا عايزين نتخلص من ديودنا وعايزين بس نستقر وإحنا مش هنفضل نجري على بعض طول الوقت الاختلاف في الموقف ده بيخلف بعض الأحيين يحصل لنزاعات النزاعات على إنهم مختلفين على الموقف من تطوير الحياة الزوج عايز تطور الحياة والزوج عايز يخلينا مواقفين على الاستقرار بس فيه معنى أساسي إن الأسرة عندنا علاقة مؤبدة علاقة مستمرة وعشان هنا علاقة مستمرة تيجي الآية تعلمنا معنى مهمة جدا 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 المعنى اللي احنا بنتكلم عنه في آية الآية الأولى من سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اتقوا الله يعني كونوا عايشين بأنوار الله سبحانه وتعالى واستمدوا أنوار الله وعيشوا بلا حول ولا قوة إلا بالله واستعدوا استعدوا للخير اللي في الحياة فييجي بقى معنى التاني المكمل لده وكأنه هو التفسير لقوله تعالى فاتقوا الله يبقى إيه وأصلحوا ذات بينكم وكان ده التفسير وكاننا سائلا نسأل وكيف نتق الله قال بأن تصلحوا ذات بينكم يعني إيه بقى الإصلاح هنا معنى مهم أوي الإصلاح في كتير من الناس لتفتكر إن الإصلاح هو إصلاح الفاسد لا الآية هنا مش بس تقتصى إصلاح الفاسد المقصود هنا هو البناء والتطوير والتعديل المستمر يعني كل تطوير داخل في الإصلاح وعشان كده انبياء ما ينفعش نبي يكون جاي بس اللي أصده إنه يخلي الناس تتغير عن السوق بس ولما يطيعوا ربنا ولما يؤمنوا ما يعملوا إيه؟ ولذلك سيدنا شعبي قال إنه يريد إلا الإصلاح ما استطعت وأما توفيقي إلا بالله يبقى الإصلاح هنا اللي مذكور في الآية وأصلحه ذات بينكم إنه إحنا نتطور عارفين؟ التطوير معنى أساسي في الحياة يعني بعض الندوج الندوج نفسه مش هنقدر نحقق الندوج ده غير لما تكون الأسرة متطورة أسوأ حاجة أنا بشوفها بتخلي الأسر في حالة اهتزاز وفي حالة عدم ثبات إن الأسرة ما تكونش متطورة إن الأسرة تتحول إلى ماء راكد إن الأسرة تبتدي تتآكل حاجة اسمها التآكل الذاتي يحصل الله تآكل الذاتي لإنها ما تطورتش فالأولاد يبتدوا يعملوا إيه؟ الأولاد الصغيرين الأبناء بقى يبتدوا يتمردوا على هذا الركود والزوجة تحس بحالة من حالات الخرس الزوجي وحالة من حالات الملل التطوير يا سادة معنى أساسي في حياتك معنى أساسي في الحياة كلها معنى أساسي في ذاتك وعلاقتك بربنا معنى أساسي في أسرتك معنى أساسي في شغلك معنى أساسي في علاقاتك عارفين ليه؟ لأن التطوير يسيدي أحد التجليات الأساسية لمفهوم التسكية طول ما أنت بتتطور طول ما أنت بتعيش تسكية ويبقى وأصلحه داتا بينكم دا فعل يدل على الحل والاستقبال فأصلحه ليس معناه حل المشكلات والأزمات ولكن التطوير ولذلك سيدنا شعيبي قال إنه أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فالإصلاح يشمل التطوير والتحسين أسوأ شيء ممكن يوقفك عن التطوير هو الشعور بالعجز فالناس حاليا أصيبوا دايما بحالة تشعرهم بأنهم في حالة سيئة وحصلت لهم شيخوخة في القلوب ومعنى الله سبحانه وتعالى أمرنا إننا دايما ما نحسش بده يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني إيه؟ لما يجعلكم أحسن وأكثر إقبالا على الله أنت وبتقبل على الله سبحانه وتعالى إيه المعنى اللي يحصل؟ لأن حياتك تتغير وتتسع لأنك أنت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى وبتقبل على الله فالتطوير يحيي الحياة في الأسرة وفي البيت التطوير في أسرتك مش رفاهية بالمناسبة بس فيه ناس فاهمين أن التطوير داد مع الناس اللي عندهم فلوس مع الناس اللي هما قادرين مع الناس اللي هما الكلاس لا التطوير في الحياة الأسرية مفهوم أساسي مش رفاهية والتطوير على فكرة مش معناه تطوير الحطان vraag عفش التطوير ان انت تنمي العلاقة اللي بينك وبين افراد الاسرة بينك وبين زوجتك بينك وبين زوجك بينك وبين اولادك بين الاولاد مع اباؤهم وتساعدهم ان هم يكونوا افضل ويوجهوا الحياة وهم وثقين من عون الله ومددي وفي ان عندهم ظهر وسند وداعم ومستشار يوجههم للطريق لو حسوا ان هم هيتوهوا او ان المساء لا تفلت من ايديهم او ان هم يتشتتوا لا دا عندهم حد عارف قيمة الاسرة وان الاسرة نفسها هي سندهم وهي اللي تساعدهم وترشدهم بكل ما تحتوي من قيم وكل ما تحتوي من نطج عشان يقدروا تطوروا وكأن الاسرة اصبحت هي الممول الاساسي لمشروع حياة الناس فالتطوير في انك تقدم لزوجتك افكار تعينها وتساعدها على انها تكون افضل مش تقعد تنتقدها في كل شيء وتقلل منها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جات له السيدة فاطمة علي السلام مع زوجها سيدنا علي تشتكي له من شغل البيت شغل البيت كتير وبتطلب منه انه يجيب لها حد ساعتها لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يقدم لها شيء يطور من رؤيتها ويفيدها اكتر من المساعدة المادية فالله الا ادلكم على ما هو خير لكم من خاتم فامرهم بايه انهم عند مناهم بسلاس وثلاثين 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 واربع وثلاثين يعني تسبيح وتعميد وتكبير زي ما بنعمل بعض الصلاة وكانه بيقول لهم ايه خليكم عايشين بنفسي معاني مش احنا في اختم الصلاة بنعمل بنسبح وبنحمد وبنكبر وكأنه عايز يقول لهم ايه خلوا حياتكم كأنها صلاة طوروا حياتكم انتوا بتدخلوا في الصلاة ايه عشان تقتربوا من الله يبقى خلوا ده كمان يعيشكم في الحياة هو ده المعنى اللي علمه رسول الله لسيدنا للكريمين السيدة فاطمة وسيدنا علي عليهم السلام يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمه التطوير واللي هو جزء من توسيع النظر فكان توجيه لهم صلى الله عليه وسلم انه ايه اللي حاصل انه هم يمشوا ويخلوا نظرهم اوسع وكمان يطورهم لعاته ولكنه اراد انه يطورهم صلى الله عليه وسلم يطورهم بحلول مختلفة ويعلمهم ان حلول كتيرة مش حل واحد ربنا سبحانه وتعالى قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم يبقى ايه اللي حاصل يبقى احنا عايزين نفكر في حياتنا بشكل مختلف وعشان كده ايه الإجراءات اللي احنا ممكن نعملها عشان نقدر نوصل ان احنا نطور حياتنا خلي بالكم احنا لازم الأسرة تتعلم اول إجراء بس عايز الأسرة تتطور لازم الأسرة تتعلم حب الحياة وازاي تتعلم حب الحياة ان الحياة نعمة وليست الحياة فتنة اذا كانت فتنة بمعناها ان هي نعمة وهي تحتاج الى شكر فلازم نتعامل مع الحياة لانها نعمة ده اللي عاي خلينا نقدر نطور في الحياة لان احنا مأمورين بشكر النعمة يبقى تطورنا لحياتنا جزء من شكر نعمة ربنا على الحياة وجزء من حب الحياة الترقي فالتفعيل الحقيقي للنضوط أنك تعيش في تطور مستمر تاني حاجة ابحث عن أفضل الطرق لنصيحة أولادك ولو انت مش عارف استشير عشان تستشير خبير في كيفية تطويره وبناءه تالت حاجة خصص جلسة أسبوعية تسمع فيها أولادك وأهل بيتك ازاي تقدروا تطوروا من حياتكم ويبقى التطوير ده مشترك وكل واحد فيكم يعرف دوره في التطوير ده رابح حاجة اتعلم من أولادك واشكرهم على التعلم ده لأن انت لو شكرتهم التطوير ده تعيبقى جزء من الحياة ومش هيبقى عندك حاجز أن انت تكون مواكب للحياة وقادر تتطور فيها لأن العلم رحم بين أهلي فما بالك إذا كان هم بينهم رحم وبينهم أسرة فالعلم رحم بين أهلي والرحم ده يزداد قوة بالعلم طيب خامس حاجة يكون في حاجة اسمها الأهداف الأسرية لازم يبقى أننا عندنا أهداف أسرية مفعش أن احنا قاعدين طيب بكرة عن نعمل إيه ما أقول عارف والناس بتقول لأن ما فيش عندهم أهداف لازم احنا في الأسرة يبقى عندنا أهداف ابني لما يتخرج إزاي هيبقى إضافة للأسرة أنا لما عنتقل وترقى في الشغل إزاي ده يبقى فيه إضافة للأسرة أنا عايز إيه من أولادي في حياتنا كلها لازم ده يبقى جزء من حياتنا لأن أنت لما تعرف أنت عايز إيه عيمشي عليك القانون اللي ربنا وضعه في الحياة إن الحياة لتفسح الطريق لمن يعرف إلى أين هو ذاهب يبقى أنت لازم تعرف عايز تعمل إيه خلال الفترة الجاية وده يكون بالنقاش والتحاور مع أولادك اللي إحنا عملنا ده كان إطلالة سريعة على إزاي نعيش في أنوار وأسرار فاتقوا الله وأصلحه ذاتا بينكم اتطوروا عشان تتنوروا لازم تعرفوا كده الأسرة لما تتطور تتنور بنور الله سبحانه وتعالى ونكمل كلامنا عن التطوير وجماله في الأسرة وإزاي التطوير ده يخلينا نعيش في حضرة القدير سبحانه وتعالى كل ده هنعرفه وكمان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل جاءنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم ويظل الجسر المنور مفروض بنا لغاية ما نفضل في مجالس النور في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وكمان لازم نأكد على أن إحنا النهاردة كنا بنتكلم على حاجة كانت مهمة جدا جدا اللبنة مهمة جدا جدا بتتشابك مع لبنة النضوج وهي اللبنة التالتة اللي كانت بعد لبنة أن الأسرة قيمة وبعد أن الأسرة قيمة أساسية فيها الحب وبعدين الحب لازم يحفظ بالنضوج كان لازم كمان النضوج ده لازم نعيش به فكان لازم يبقى فيه تطوير وعشان كده قلنا شوية إجراءات عشان نحافظ على التطوير الأسري أول حاجة لازم نتعلم حب الحياة وكمان لازم نقولهم أن الحياة لكل أفراد القصة كل أفراد القصة لازم اكتموا على معنى أن الحياة نعمة وعشان هي نعمة لازم نترقى ونقوم بشكرها عشان كده لازم نتطور ويبقى التطور ده دائما ويبقى ده من باب شكر النعمة الحاجة التانية المهمة جدا أن احنا نشوف أفضل الطرق لنصيحة أولادنا ولو مش عارفين نسأل خبير في التربية الحاجة التالتة والمهمة أن احنا نخصص جلسة أسبوعية عشان نقعد مع أولادنا ونفكر إزاي عن طور حياتنا رابع حاجة وده كان شيء مهم جدا أن احنا نتعلم من أولادنا مشعيب ونشكر أولادنا ونمتني إليهم لأن الامتنان ده بيزيد الحنان والأولاد ما تعرفش ليه لما أنت بتمتني لهم وتشكرهم بيحسوا أن أنت حنين يزداد البيت أمان ويزداد البيت حنان الحاجة الخامسة أن يكون عندنا حاجة اسمها الأهداف الأسرية اللي احنا نعملها مع بعض وننصغها مع بعض عشان تظل حياتنا دائما منورة ونشوف المستقبل في نعم كتير من ربنا لما نعود ونجتمع على الأهداف الأسرية بتاعتنا تعالوا ناخد أول سؤال من الأسئلة اللي عندنا النهاردة الأستاذة فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة فاطمة ازاي حديك يا فاند وكل سنة حديك طيب نعم وفضل الحمد لله وحديك طيب يا فاند الله يكرمك أنا بشور حديثك جدا على البرنامج الجميل ده والنور كده اللي بيشاع كده والله الواحد كده ينبسط لمدة ساعة وقال من ساعة كده واحنا بنسمع حديثك نشوف مشك البشوف ده والله الواحد بي بتاعتنا فيه ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة ويعمر قلبك وبيتك بالنور والبركة يا فاند أمين يا رب العالي حضرتك أنا كنت أعود أسألك أنا ابني عنده يعني هو كويس جدا موضوش حاجة بس ما عرفش يعني اليومين دول عنده قلق نفسي كده بصراب نفسي وما بينامش سنه كام نعم سنه كام هو عنده حوالي أربعين سنة واحد واربعين سنة متجاوز ولا متجاوز ومخلف طيب هو دلوقتي حصل أي تغيره في حياته حصل شغل حصل خلاف بينه وبين زوجته والله يا فاندم هو مش خلاف يعني لكن هو الولد مطلق نطلق الآن على طول هو كان والده حصل له حصل له كده يعني جاله مرض حزام نار يعني فهو إلق عليه جدا فقعد ثلاثة يام ما ينامشي بعد الفترة دي لا ده مش جديد ده لازم يا أستاذة فاطمة ده لازم ما يكونش جديد يعني الألق ده لازم يكون دوت كان قديم بس الحكاية دي كشفته يعني هو لازم يكون الألق دوت كان عنده قديم شوية ممكن والله يا فاندم بس إحنا وكناش واخدين بالنا يعني طيب الحل حالك بتسأليني نعمل إيه عشان نتخلص من الألق ده والله يا ريت بس أنا في حاجة تانية كنت عايزي أن أحضرك عليها صدالي أنه هو ابتدى ياخد الدكتور يعني إداله دوة كده أرسه كل يوم فهو مش عاوز ياخده الأرس ده لأنه ما بينمشي وخايف يقول لي أنا مش عايز أخش بقى بسكة الأدوية ومش عارفة إيه وبعدين مراته مفروض أن هي تاخد بالها منه أنا أقول لها طبعا هو في الفترة يجباتي بديه الألق والحاجات دي هو عصبي وبيزع شوية وكده فقول لها يا بنتي خد بالك من جوزك تقول لي وأنا مين ياخد باله مني مو برضو أي عندها حاجة فاطمة برضو أي عندها حق فتعالي نحل المسألة حل متعدد الرؤى ما يبقاش حل على ناحية واحدة بس ليه طيب؟ لأن عايز أقول لحضرتك أن في الظروف اللي زي دي ممكن الألق يعدي ولو الألق اتضرب في البيت كله البيت كله ممكن ما يستقرش فلذلك احنا محتاجين ندعم البيت كله ما ندعمش شخص واحد بس خليني أسأل حضرتك سؤالك بقى فين؟ أنا سؤالي أن هل هي جوزة هي ما مثلا تسيبه في الفترة دي وتروح تقعد عند أهلها يعني جالهم ناس ضيوف وعاي عايزة تقعد معاهم وكده فتسيبه بالأسبوعين من غير ما تقعد معاهم في البيت خالص وتحرمه من بنته يعني هل هذا شرعا يا جزء؟ سؤالي هل الألق بتاعه بيأثر على أنه هو بيعمل حاجات يعني مثلا ما ينزلش الشغل الألق ده ممكن يخليهم يمنعهم أنهم يتحركوا بشكل بيوصل لإيه الألق؟ الألق هو ما بينامش كويس وبعدها أنا عاصبي بقى يعني مثلا أي حاجة ما تعجبوش يروح مزع حتى في بنته الصغيرة يعني بنته الصغيرة عندها كم سنة؟ عندها ثلاث سنين طيب سبين يا جاوب على حضرتك وأجاوب على حضرتك بعدة بعدة أبعاد يعني أول حاجة طبعا الستة مش بالحقها تسيب بيت جوزها غير بيسن جوزها بس الزوج نفسه الكلام لازم يكون واعي لأنه مسؤول عن رعيته فإذا كان هو شايف أن في بعض الأشياء هتبقى خطر على نفسية البنت وخطر على علاقته بزوجته لازم هو يكون حكيم قد يكون الاختيار الأفضل ليه أنه هو أيوة يبعت زوجته وبنته أنه يبقى في الوقت دوت لغاية ما هو يسترد هدوءه ويسترد طبيعة حياته إذا كان هو حصل له هذه الأزمة فمش من المناسب أن بنته تشوفه في الطريقة بالشكل ده لأن بنته لو شفيته بالشكل ده والأولاد بيبقوا عاملين بالزبط زي الزرع الأخضر فلو حصلت له حرارة شديدة ممكن يدبل مرة واحدة فممكن ده تبقى تترسم صورة الراجل ده في عين البنت دي بأنه شخص بشع وحش فقد يكون هو من زكاؤه ومن حكمته وكمان من ضغطه على نفسه عشان يحاول يخرج من الحالة اللي هو فيها دي بسرعة أنه هو يحصل ده يحصل أن بنته ما تكونش موجودة وامراته اللي هو بيحبها واللي حريص عليها ما تكونش موجودة وهو عنده انفعالات مش قادر يحكمها لأنه إيه اللي حاصل؟ هو لما حصل أنه خاف على السند بتاعه اللي هو والده حصل له أنه بقى حصل له انفجارات شعورية هو ما بيقدرش يسيطر عليها فإيه اللي بيحصل؟ فبيحس أنه هو انفعالاته دي هي اللي بتحميه فبقى ده بتنوع من الواقع زي ما بقوله كده سيلفد فنس فهو مش دريان بنفسه فإحنا في بعض الأحيين بيبقى الابتعاد مسافة عند الأشخاص اللي مش قاعدين يسيطروا عن نفسهم ده اختيار رشيد لكن هو المسألة بقى إزاي هو يقدر يجمع ما بين أنه هو حريص على البيت وحريص على أن البيت ما يشتتش ويبقى الاتنين مع بعض هو لازم يقعد ويسمع كلام الدكتور بشكل صحيح ما فيش حاجة أسمعه أنه هو راح للدكتور وبعد ما راح للدكتور أصلا ما مش عايز أخد الدواء لا يأخد الدواء عشان يعجل بالتأم الأسرة وأصلحه ذاته بينكم هو ده كلامنا النهاردة في الآية بتاعتنا واللي بنعيشه النهاردة هو عايز يصلح الأسرة يسعى إلى أنه هو يتخلص من الحالة دي بسرعة جدا فبتستلين يعمل إيه؟ يأخد الدواء بانتظام يراجع نفسه ويجلس مع زوجته يجلس مع زوجته يتفقه هي أكيد مش بتروح تقعد عن في بيت أهلها عشان هي عايزة تقعد عن في بيت أهلها هي خايفة خلينا أقولك الحقيقة يعني هي خايفة خايفة من الفعلات خايفة عليها وعلى بنتها فيقعد معها قعدة رجولة وصدق مع النفس يقعد معه ويتفق أمه الاتنين على إدارة الفترة دي هي لما تحس إنه هو حاسس بيها وحاسس بمشاعرها هي عتكون بنت أصول وعطرعي لكن غير كده لا هي الستة مش من حقاها نيتها تخرج من بيت جوزة بس كمان جوزة لازم يكون حريص على نفسيتها ونفسيت ابنها معنا الأستاذة إيمان من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحقيقة الموضوع الحلقة النهاردة حلو جدا أما بالنسبة للسؤال هم سؤالين بالوقت أنا بالنسبة لي جوزي والديكي توقفه واربعا وساعة منهم رمضان وهما كانوا عيانين مرض الموت بالنسبة للولديكي 86 سنة هل المفروض أقدي عنها سجد شهر رمضان في الطيام والجوزي نفس الحكاية طيب هما المرض اللي عندهم ده عيبقى المرض ده كانت دكاترة بيقولوا إن المرض ده مش هينفع وعلى كل حل أنت عتطلعي فدية عن الاتنين يعني لو اتنين فضلوا مرضى الاتنين لو فضلوا مرضى فترة شهر رمضان ثم انتقلوا بعد شهر رمضان يبقى هندفع فدية عنهم هما الاتنين يعني المفروض إن أنا هدفع عن الاتنين فدية بالنسبة لشهر رمضان بالضبط كده لو عما عاشوا في فترة شهر رمضان طيب لو عاشوا أقل من مثلا فيهم حد توفى في 15 رمضان هندفع فدية على قد ما الأيام الذي عاشها في رمضان واضح؟ واضح ربنا إن شاء الله ما تيجي ندعي لهم إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في فسيح الجنات ويجعلهم لهم أجر الشهداء إن شاء الله بدلا هما الاتنين تنتقلوا في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأيام الطيبة فإن شاء الله ربنا يجعلهم في فسيح الجنات ويجعل قبرهم منزلا للأنوار والأسرار ويجعلهم في خير حال ويجعلهم من السعداء ويجعلهم مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معنا السيدة المحبيبة أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن أحناك يا مؤمن أنا كان عندي سؤال في الزكام اتفضلي بعد إذن أحناك فيه دلوقتي وحدة ستة غربانا شهرية مثلاً أوكي وأنا عارفة أن هي إن شاء الله أول يوم العيد الفطر هيبقى عندها قد يومها هي وعيالها أوكي فدي ما فوضي ويجيب عليها الزكاة فبفكر أن أنا نطلع الزكاة بالنسبة عنها فهل ده يا جوز وطلعها إزاي يعني أديها مثلاً الفلوس وقلها خدها جال حد غلبان تاني أنت بتكلم عن زكاة أنت بتكلم عن زكاة الفطر آه زكاة الفطر طيب آه يا جوز أن الواحد ينوب بإذن الشخص ده عن الشخص ده في أن هو يطلع زكاة الفطر عنه يعني أنت تقول ليه أن أنا أطلعها نعم ما تدهلاش في إيديها وقلها أطلعها أنت لا أنت بتقولي دلوقتي أن أنت هتطلع الزكاة عنها سواء هتطلع الزكاة عنها بإذنها أن أنت تطلعيها أو أنك أنت تدلعها هي تطلع عن نفسها لتنين سواء تمام خلاص لتنين سواء يعني إيه هي أزنت لك أن أنت تطلعي زكاة الفطر عنها يبقى ده جائز وده يبقى على سبيل الوكال لا أنت هتطلعها الفلوس وهي هتطلع ده لتنين سواء ليس هناك إشكال تمام تمام شكرا عفوا أستاذ رمضاني تفضل ألو ألو تفضل يا أستاذ رمضان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذنك فضلت الشيخ نعم أو فضل الحمد لله عامل إيه في الصيام لحج رمضان عامل إيه في الصيام ربنا يعينك بخير الحمد لله بارك الله وفيد كلها مطابقة فلت الشيخ أنت طيب يا سيدي قل لي سؤالك حج رمضان الله خليك سؤالي حضرتك أنا بحكم وظفتي أنا شغال أمن في الشركة طيب فحضرتك دلوقتي بحكم شغلي والرجل الرئيسي في العمل يعني مكلفني إن أنا أخلي بالي من ده ومن ده ففيه بقى بيحصل مثلا حاجات يعني مش كويسة حبل حضرتك طيب فمسلا بيجي ماشي أو يجي ماشيها طيب فهنا السؤال بقى هل أنا كده يعني عند ربنا كويس يعيني يا بني هقول لك هجاوبك 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 حج رمضان بص بص حج رمضان هو مدام الراجل ده بيتكلمك عما يتعلق بحدود الشغر مش بحدود حاجات أسرار شخصية للناس دي يعني إحنا إمتى بنكون بنطلع على عورات الناس لو بنطلع على عورات الناس فيما يتعلق بالأشياء الشخصية أنت بتجيش تحكي عن حد أشياء الشخصية يعني لكن تيجي تحكي على الناس الأشياء التي تتعلق بالعمل إذا كنت شغلتك أن أنت مراقب لأداء الناس فكونك بتيجي تبلغ بأداء الناس فدوت ليس في حرمة ده شغال أو ده مش شغال دي مش قضيتك قضيتك أنه طلب منك أن تبلغوا الناس شغالة ولا مش شغالة الناس بقى تقسرها في العمل هو اللي بيفضل فيها أن هي تضطرد من عمل أو ما تفضلش في العمل دي مسألته مهمة بس بس عشان ما حدش يقول دي قسوة ولا مش قسوة بلاش الطريقة دي بلاش الطريقة دي اللي بتخلي الناس يتكرس فيهم الفساد خلوا الناس تشتغل خلوا الناس تشتغل ويبقوا مصادقين ومخلصين بلاش نعتبر أنا أقول لكم حاجة في فلسفتنا في مرة من المرات بعد رمضان كده نتكلم عنه بلاش فلسفة أن صاحب الشغل ده راجل جبار واللي تحته أو المدير ده راجل عنده سلطة والرجل لا إحنا عندنا عقد عندنا أمانة أنا أجير وباخد أجريتي على عمل ولازم أقدي بشكل صحيح فإذا ما كنتش بقدي بشكل صحيح لا ألوم إلا نفسي ولازم نتقن الله سبحانه وتعالى ونتقن عملا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فما فيش الكلام ده يبقى أنت إذن لو كنت بتعمل فيه جزء اختصاص عملك فده جائز وليس فيه مشكلة لكن الجزء الذي يتعلق بأسرار الناس الخاصة ده مش من حق حد يطلع عليه ولا من حق أنه يتطبع عورات الناس الحجة معلقة تتفضل واحدة واحدة أنت تتكلم عن زكاة الفتر أو زكاة المال لا زكاة المال يعني أنت بتطرعي على الفلوس بتاعتك وفلوس ابنك وفلوس جوزك بتطبعي على الفلوس دي كلها زكاة المال أنا بتكلم ابني مثل ساعات بيديني زكاة المال بأخد منه جزء يعني أنت الست الحكيمة اللي هي زي الست فاطمة تعالى وكيد ربنا يديك الصح لا يعني أنا كيف أقوله إسمعي بس إسمعي بس فبتجمعي زكاة زوجك وبتجمعي زكاة ابنك مش كلها سواء كلها أنا بأخد منها بص يا دكتور عمر طيب بنعمل مطبخ لعروسة مثلها تتجوز طيب ساعات أجيب لها مفروشات طيب أو مالبسة مالموم بأخرج زكاة المال عيني ومادي ده صحي ولا غلص طيب ثلاثة ثلاثة فرش تجيب لها تمانية واربعين فرش لا 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 تسمعيني ما تسمعيني طيب ما أنا بقولك أهو يعني الحاجة دي لو كانت حاجة ضرورية آه تبقى من الزكاة آه يبقى الحاجة دي لو حاجة ضرورية تبقى من الزكاة آه هي محتاجة بوتجاز محتاجة مطبخ آه ده أنا الناس ما متعرفش تعيش غير من ده آه يبقى دوت موجود آه هنا ضروري بمعنى ضروري يعني حاجة باللغة الفقاء آه يا جوز المطبخ ضروري يا دكتور عمر المطبخ آه بنيعمل الله بس بفاهم الناس لأن فيه لغة الفقه وفيه لغة الحياة بتاعتنا آه لغة الفقه إن دي حاجة اسمها من الحاجيات آه ليس من الضروريات اللي أنا لو ما خدت عملتهاش أموت آه ما حدش بيموت عشان المطبخ يا حاجة فهو ينفع إن انت تديلها الحاجات دي ينفع إن انت تديلها يبقى حاجة اتنين ينفع تديلها فلوس تروح تشتري جهازها لو هي مش قادرة وينفع تديلها فلوس وينفع كمان تشتري لها المطبخ اتنين صح وإن شاء الله دور يكون من الزكاة وربنا إن شاء الله يجعله في ميزان حسناتك اللي انت بتعملي كده هو ده الدرع الحكيمة لمسألة الزكاة إن احنا نخلي حياة الناس أحسن وأفضل فكذاك الله خيرا يا حاجة المعلاقة الاتنين ينفعون الزكاة الأستاذة أمنية تتفضل الأستاذة أمنية زكاة دكتور عمر نعم وفضل الحمد لله لو سمحتك كان عندي سؤالين كده اتفضلي أول سؤال هو أنا عمورهم عندي 23 سنة طي هو أنا ليه زكاة يعني أنا المفروض أنا لسه باخد مصروفي من والدي طي يعني عايزة أعرف لو ليه زكاة أطلع عدئين من مصروف لا أنت الزكاة الزكاة بتاخد المصروف بتصرفيه بصرفه على حاجات الأساسية اللي هي الدراسة كويس بتصرفيه يعني بتصرفيه بتصرفيه ايه بصرفه خلاص معلويش زكاة الزكاة بص يا أستاذة أمنية لازم الزكاة تكون على مال نامي بإيه اللي بيحصل بيود دخر ويفضل سنة حاول ويكون بلغ النصاب خلاص يبقى بلغ النصاب 85 جران دهب وحال عليه الحول أنت عندك ده ربنا عندك إيه عندي سلسلة وختمين لا سلسلة وختمين دولا مش عليهم مساكاة برضو أنت عايزة تصدقي صح عايزة تعملي خير حاسة أن أنت عايزة تعملي خير لأن أنت حاسة أن أنت عايزة تغير علاقتك بربنا صح الحمد لله أيها طيب خلاص أخرجي الصدقات بقى طلعي الصدقات إن شاء الله بس أنت الحلية معلوه الزكاة الحلية بتاعك ده اللي أنت السلسلة والإسورة والحياة ده والخاتم دولا معلوه مش زكاة خلاص ينفع أطلع صدقات طبعا ينفع مثلا ربنا يجبر بخطر فرح حد غيري يلا رب يلا توكري على الله وربنا سايتع يجبر بخطرك ويخرج من اللي أنت فيه يلا بالتوفيق إن شاء الله الله يكرمكم يا زادة احنا النهار دا تكلمنا عن حاجة مهمة جدا 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 احنا تكلمنا على التطوير التطوير ده هو اللي بيفضل بيحافظ على التنوير في البيت كل ما اتطور كل ما تحس بنور النعمة في البيت كل ما اتطور كل ما اللي في البيت يحس بأن البيت اتسع عايز تحس إن البيت بيتوسع عايز تحس إن الأسرة بتكبر عايز تحس إن الأسرة بتفرح عايز تحس إن الأسرة بتنور عايز تحس إن الأسرة في سعادة عيشوا في تطوير التطوير ده مش حاجة بنستدعيها لما نكون فضيين التطوير ده ركن من أركان حياة الأسرة الأسرة زي المولود بيترقى وبيكبر ما ينفعش إن الأسرة تكبر من غير ما تتطور الأسرة اللي بتفضل طفلة بيفضل الناس فيها تتخانق وتتعارك الأسرة اللي بتكبر وبتتطور كل واحد فينا بيلائي حكته فيها ويلائي نصيبه فيها ويلائي نعمة ربنا فيها وساعتها الأسرة بتبقى قيمة إضافية في حياتنا ونفضل مسكين فيها ونفضل حمينها لأن في الحقيقة الأسرة دي وسعة وكفتنا وكانت نعمة من ربنا طوروا الأسرة خلوا الأسرة دايما تشوف نور ربنا بأنها تتطور عشان تتنور بنعم ربنا اللي نزل على أسرتنا يا رب اجعلنا ممن يشكرون نعمتك بأن نتطور فنتنور فيكون لنا حياة في المستقبل أكثر شكرا لك يا رب العالمين وأكثر حمدا لنعمتك علينا بأن وهبتنا أسرة هي محل لنزول نعمك علينا يا رب العالمين أكرمنا بأن نتنور دائما بشكر نعمتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين